نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون وبعد أيها الأحبة لازلنا نتكلم عن الرزق وأسبابه وعن أسباب هذا الرزق وقد بينت لكم أن هناك أسباباً ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تزيد في رزق العبد وتوسِّع له أبواب هذا الرزق وتُيسِّر له أسبابه منها ما تكلمت عنه في الجمعة الماضية وهو كثرة الاستغفار وهو أمرٌ مجرب وكلٌّ منا أيها الأحبة بل كل إنسانٍ على وجه هذه الأرض يحب أن يكون رزقه وفيرًا وأن يزيد الله عز وجل له في رزقه اليوم أيها الأحبة أتكلم لكم عن شيءٍ حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يزيد في الرزق وهو أمرٌ مجرب ألا وهو صلة الرحم صلة الرحم الرحم هم أقارب الإنسان الذين بينك وبينهم صلة قرابة من جهة الولادة يعني أقارب الأب والأم الرحم في أضيق دوائره هم أختك وأخاك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك هذه أضيق دائرة لصلة الرحم الإخوة والأخوات العموم والعمات أو الأعمام والعمات الأخوال والخالات الأجداد والجدات والصلة هنا ما نقول صلة الرحم صلة الرحم تعني العطاء الصلة تعني العطاء هنا ما نتكلم عن صلة الرحم ينصرف كثير من أذهان البعض البعض تنصرف أذهانهم إلى أن الصلة إنما هي أن نرفع الهاتف ونتصل بقرابتنا نطمئن عنهم أو أن نزورهم بالمناسبات بالأعياد أو غيرها هذه أيها الأحبة ليست الصلة المرادة صلة الرحم هي الصلة مأخوذة من الصلة العطاء يقول فلان وصله بصلة أي عطاه عطية فالصلة هي تقديم الإحسان تقديم الإحسان بكل أنواعه المادية والمعنوية لهؤلاء الأرحام سواء كانوا صغارا أو كبارا سواء كانوا نساء أو رجالا سواء كانوا فقر أو أغنياء الصلة العطاء الصلة البذل الصلة أن تعطي ما استطعت أن تحسن ما استطعت هذا المقصود بالصلة أيها الأحبة وقد عنونا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتابا أو تحت كتاب الأدب هو عدة كتب كتاب الأدب في هناك باب تحت منه اسمه باب من بسط له الرزق بصيلة الرحم البخاري عنوانا باب من بسط له الرزق أي وسع له رزقه بصيلة الرحم وذكر عدة أحاديث منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة من سره من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثاره أن يذكر بالخير مدة طويلة بعد موته فليصل رحمه من المواصلة العطاء الإحسان ماديا أو معنويا مهم أن تقدم لهم شيء من سره وفي رواية من أحب أن يبسط له في رزقه واضح أيها الأحبة زيادة الرزق وسعته وبركة فيه من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثاره فليصل رحمه أيها الأحبة هذا باب عظيم من أبواب سعة الرزق مجرب ونعجب أيها الأحبة من بعض الناس يعني عنده أحيانا ضعف في الملكات ضعف في الخبرة ضعف في العمال من خلال صلته لأرحامه يوسع الله عز وجل عليه ويرزقه والله أيها الأحبة في مسجد كنت أصلي فيه أو أخطب فيه قبل هذا المسجد وفي صلاة العيد تكلمت عن صلة الرحم وأن هذا العيد يا شباب يعني باب من أبواب صلة الرحم فمن كان يعني بينه وبين أخيه أو رحمه شحناء فليصل وليتواصل فالعيد فرصة لأن يعيد الإنسان صلته مع هؤلاء بعد أيام ربما بعد أسابيع أتاني أحد الناس في الحضور قال والله كنت حضران في الخطبة وأنا الحقيقة رجل يعني شايفه كبير بالستينات يعني من عمره قال لي بأنه له ابن عم يعني العائلة تبعه قليلة جدا عنده ابن عم ما في له غيره من الأرحام ولكن قال زرته كثيرا يعني كل عشر زيارات ليستقبلني مرة غني الله عز وجل الغني وحاول فلي قطعته لم أعود أزره ولكن لما سمعت الخطبة العيد تشجعت لزيارتي فخرجت بعد الصلاة ذهبت إليه فما وجدته فذكرت لأهله أنه ابن عم بك فلان إجل عندك وهي كرتي إذا حب يعني يتصل فيني قال بعد أيام اتصل في هذا الرجل وقال أحب أن أزورك أهلا وسهلا دله على البيت جاءه هذا الإنسان وظف بسيط لا يملك من الدنيا إلا بيت أخذه تركة من أبيه وهو قب تحت قب عنده خمسة أولاد زاره هذا الرجل فقال هنا تسكن قال نعم من أي متى تسكن هنا قال من يوم ما توفي أبيه حصلت على هذا البيت وسكنت به فبعد أن انتهت الزيارة قال له هذا الرجل من غدا ابحث عن بيت مرتفع طابع ثاني طابع ثالث تدخل إليه الشمس وإذا ما وجدت بيتا أخبرني بحث عن بيت وجد بيت في بناء قريبة بالطابق الثالث مشميس أخبره فذهب واشترى له البيت كاملا ودفع ثمنه فهذا سبب الرزق وصل رحمه القاطعة ابن عم ومقاطع تقريبا له فلما وصله زاد الله في رزقه هذا الشيء مجرب أيها الأحبة حوادث كثيرة كل إنسان يبذل الإحسان لقرابته من إخوة وأخوات أعمام وعمات خالات وأخوات والله أيها الأحبة يوسع الله عز وجل في رزقه بل الأعجب من هذا أيها الأحبة أن نجد إنسانا فاسقا غير مستقيم على شبع الله يتعاطى المنكرات أحيانا ويزيد الله عز وجل في رزقه بسبب صلته لأرحمه شيء عجيب كلما زاد في صلة الرحم كلما زاد الله عز وجل له عطاء وهذا مصدق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذنب ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخيره له في الآخرة من قطيعة الرحم يعني أكثر الذنوب يعني عقوبتها عاجلة هي قطيعة الرحم مع ما يدخيره الله لصاحبه صاحب القطيعة من عذاب يوم القيامة قال وَإِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صلة الرحم أَعْجَلُ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صلة الرحم إن تصل من هون مباشرة يأتيك الأجر بعد الصلة مباشرة وَإِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صلة الرحم حتى إن البيت تتمة الحديث ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا صار في صلة رحم بينهم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليعمر بالقوم الديار أن يطيل في أعمارهم ويزيد لهم في الأموال والثمار وما نظر إليهم منذ خلقهم أبداً لم ينظر لهم نظرة رحمة ما نظر إليهم بغضاً لهم ولكنه يعمر بهم الديار يطيل في أعمارهم ويكثر لهم الأموال والثمار وما نظر إليهم بغضاً لهم قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال بصلتهم أرحامهم أيها الأحبة إذا كانت صلة الرحم والمقصود بها أن تصل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا كانت هذه الصلة سبباً أكيداً من أسباب سعة الرزق فكيف بصلة العبد أعظم أو أعظم أرحامه أبوه وأمه هم أعظم الرحم أصلاً هم سبب هذه الرحم سبب إخوتك وأخواتك هم أبوك وأمك فكيف ببر الوالدين وهو أعظم صور صلة الرحم هذا البر أيها الأحبة قطعاً أوسع أبواب الغنى على الإطلاق وأقسم لكم بأن أفضل باب للغنى وأسهل باب للغنى هو بر الوالدين والإحسان للوالدين خدمة الوالدين أن تكون محسناً ما استطعت من إحسان لوالديك أيها الأحبة وهذا كله تعرفونه هذا الواقع يشهد له أيها الأحبة ما من غني أكرمه الله عز وجل إلا وتجد أن له يعني براً متميزاً بوالديه أو بأحدهما أيها الأحبة ولعل السر في أن واصل الرحم مرزوق إيش يعني واصل الرحم مرزوق في سر وهو ما أخرجه الإمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يعني حديث قدسي قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم واستمسكت بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة يعني أستجير بك أن أقطع فقال ربنا سبحانه أما ترضينا أن أصل من وصلك أن أصل من الصلة من العطاء من الإكرام أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت نعم قال فذلك لك إذن الرحم متمسكة بالعرش تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني أيها الأحبة واصل الرحم موصول من الله واصل الرحم تيسر له أسباب الرزق ويزاد له في رزقه فشدوا أيها الأحبة الهمة وخصوصا وخصوصا إذا كانت الرحم قاطعة كاشحة إذا كانت الرحم مبغضة يعني إذا كان أحد أرحامك لا يريد أن يقيم صلة معك أن تبادر بإقامة الصلة معه لله سبحانه وتعالى وتقربا من الله وانتظر عطاء الله عز وجل وإحسانه أيها الأحبة وإتماما للفائدة أقول لكم بأن صلة الرحم تدفع ميتة السوء من يحافظ على صلة أرحامه لن يموت إلا برضا من الله يعني يكون الله راض عنه ميتة السوء لا سمح الله أن تبوت وأنت في غفلة فأنت في معصية وأنت يعني لا سمح الله يعني تفعل شيئا محرما يميتك الله هذه ميتة السوء أن تموت وهو غضبان عليك صلة الرحم تدفع ميتة السوء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سره أن يمد له في عمره وأن يوسع له في رزقه وأن تدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل وليصل رحمه ولنحذر أيها الأحبة من قطيعة الرحم لنحذر أيها الأحبة أن يكون بيننا وبين أحد من أرحامنا لا سمح الله مخاصمة مقاطعة مدابرة بادر 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 قبل أن تغادر بادر وأصلح قبل أن تخرج من هذه الدنيا ولو كان الحق معك ولو كان الحق على ذلك الإنسان القريب أنت بادر في الإحسان أنت بادر بالصلاة أنت بادر بمد اليد وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام ذلك أيها الأحبة قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم عن سيدنا جبير بن مطعم لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة بل أخطر من ذلك روى الإمام أحمد قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة على الله فلا يقبل عمل قاطع الرحيم يعني أنت تصلي تصوم تقرأ القرآن تتصدق ولكن إذا كنت قاطعا لرحمك لا يرفع أي عمل من هذه الأعمال الله لا يقبل حتى تصل رحمك واضح أيها الأحبة يعني الأعمال تبقى لا ترفع إلى الله الله عز وجل قال والعمل الصالح يرفعه هذه الأعمال لا ترفع حتى تعيد الصلة ما بينك وبين إخوانك وأرحامك بل الأخطر من هذا وأرجوكم أن نصحح أيها الأحبة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم يعني إذا كان بيناتنا الآن في قاطع رحم الله يرحمنا الله يغفرنا لذلك أيها الأحبة فلنبادر بعد هذه الخطبة اعزم إذا كان في بينك وبين أحد قرابتك قطيعا في خصام أنت بادر أنت بادر والله أيها الأحبة منذ أيام زارني أحدهم بجي أسبوعين ثلاثة قال والله في أخي بينه بينه شحناء وبغضاء ما كانت يعني تدخل أهل الله كلهم لقين أنت من الهدية قلت لك هدية وذهب لعنده أعطيه يعني بادر أنت قال أخشى أن يردني قالت قلت له والله لن يردك لن يردك هذا قال والله اشتريت خمسة كيلو حليب رحت في الصباح دقيت الباب فلان هون قال لا والله تفضلوا هاي هدية مني بعد ساعتين ثلاثة يتصل فيه أخو الله يزيك الخير ويبارك فيك يشب تعيب حالك قال لي وانتهت القطيعة التي دامت أكثر من سبع سنوات بخمسة كيلو حليب يعني بهدية هذا القصد أيها الأحبة بادر بادر ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغن الآن سيأتيك الشيطان كيف تكتصالح فلان وفعل معك ما فعل وساوي معك وقال ذلك وفعل ذلك الآن سيأتي الشيطان لأن الشيطان مهمته مهمته الكبرى هو التفريخ بينها بين الناس لأنه يعلم أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة وهو يحتاج هذا الشيطان أن تكون مؤانسا له في النار لذلك احذر احذر الآن بادر إلى صلة رحمك وانتظر أبواب الرزق من أوسعها إن شاء الله تعالى أرجو الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وأن يكرمنا بصلة أرحامنا على الوجه الذي يرضيه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قوله